أسواق مالية التوترات التي عانت منها الأسواق العالمية الأسبوع الماضي طواء من بيانات قصرية هامة أو من أحداث اجتماعات بنوك مركزية طبعا الأسبوع دام مفوض أننا نترقب بعض البيانات ولكن بيانات ممكن أن يكون لن يكون لها تأثير قوي على الأسواق طبعا باستسايا بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدوها يوم الأربعاء ولكن حتى يوم الأربعاء من المتوقع أن تشهد الأسواق العالمية بعض الهدوء النسبي ولكن مع بداية التدولات الأسبوعية بدأة الدولار الأميكي نوع منه في الارتفاع مقابل أغلب العوالات الرئيسية ثلاثة ياما أمام اليورو أمام الجنيل الأسطوليني وجدنا أنه أمام اليورو اليورو بدأ يتراجع أمام الدولار الأميكي رجع تدوله حاليا بالقربة من مستويات الواحد فصلة 15.50 والأسطوليني أيضا بالقربة من مستويات الواحد فصلة 14.50 أمام الدولار الأميكي طبعا لأنه وجدنا الإسبوع لفات إصرار بلك إنجلترا على الإبقاء على السياسة النقدية التوصعية في الوقت الذي يبدأ فيه الفضالي الأميكي في تشديد السياسة النقدية تبين السياسات النقدية بشكل واضح ما بين إنجلترا وبين الولايات المتحدة تسبب فيه زيادة التضغطات على الجليل السيوليني أمام الدولار الأميكي نعم كما لاحظنا بأن مؤشر الدولار وصل إلى أعلى مستوى تقريبا منذ شهرين هل نتوقع الاستمرار في ارتفاع مؤشر الدولار الذي يقيس تقريبا ست عملات مقابله في ظل الحديث بأن التضخم مؤقت بالعديد من البنوك المركزية العالمية تحديدا في بريطانيا وفي الولايات المتحدة طبعا وجدنا أن الدولار الأميكي يعني بعد تسجيله مستويات مرتفعة جدا في الأسبوع الماضي بدأ استداولات الأسبوع على نحو ما استقعه ولكن تحسن بيانات سوق العمل التي أضرعتها يوم الجمعة الماضية وإضافة سوق العمل 531 ألف وظيفة جديدة مع تراجع البطالة طبعا بخلاف تجديد السياسة النقدية من قبل البنك اللي احتصل في دولار الأميكي كل تلك العوامل قد تدعم استقرار نوعا من الدولار الأميكي الفترة من الوقت ولكن على المدى المتوسط إلى المدى البعيد ومرجح أن يشهد الدولار الأميكي مزيدا من الاتفاعات خاصة لو كان منطقة اليورو أو البنك إنجلترا مصلم على الاستنمار في السياسات النقدية وجدنا أن بشكل عام الاقتصاد الأميكي متحسن ومتعافي في الوقت اللي يزال فيه منطقة اليورو تعاني من تباطئ نموم وملحوظ وفي نفس الوقت إزاي ما قلت تأكيد البنك إنجلترا على استنمار في السياسة النقدية التوسعية كل تلك العوائل من تدعم استمرار ارتفاع الدولار الأميكي أمام أغلب العملات الرئيسية واستمرار الساعة مؤشر الدولار لفترة المقبلة نعم يعني نتحدث أيضا بالمزيد من العملات لاحظنا أيضا تثبيت لياليوان الصيني في مقابل العملات الأخرى فيما يتعلق بالأسواق الأسيوية هل أيضا هناك حالة من الهدوء بالرغم من أن قضية إفر جراند لا تزال تؤثر على الأسواق الأسيوية تحديدا وعلى العملات الأساوية نعم البيانات الصينية التي جاءت بالأمس وأظهرت نمو استضرات بنسبة 27% وأيضا نمو الوريتات ده تسبب فيه هدوء الأسواق نوعا ما حيال تباطئ نمو تاني أكبر اقتصاد عالمي في الفترة المقبلة فالتحسن وزيادة فائد الميزان التجاري وبدء تحسن البيانات الاقتصادية في الصين ساعدت فيه تهدأة الأسواق نوعا ما بل جعلت أيضا أن بنك الصين لديه عدة أدوات قد يلجأ لها مع نهاية العام مثله مثل البنك الفيدرالي الأميكي فبالطبع طبعا برغم من مشكلة ولكن الهدوء مع المشكلة دي في الفترة اللي فاتت وفي نفس الوقت استقرار أو تحسن البيانات الاقتصادية نمو استضرات كل تلك العوالي ساعدت فيه تهدأة الأسواق وتراجع حالة العزوف عن المخاطر التي سيطرت على الأسواق بعد بيانات الاقتصادية الصينية نعم يعني أستاذ أماني هل برأيك هذا الهدوء في الأسواق أسواق العملات هل سيستفيد منه المعدن الأصفر ارتفاعا لحظنا اتفاعات ووصول إلى مستويات جيدة نوعا ما هل حالة الهدوء يستفيد منها يعني المعدن الأصفر بالعكس حالة يعني تحسن شهية المخاطر بتجعل الأسواق وتجعل المستثمين يتجه للأصول ذات المخاطرة مثل أسواق الأسهم عن الأصول ذات العاد المخافض مثل الزهب وبالتالي استمرار تعايف الاقتصاد العالمي واستمرار على الأقل هدوء الأسواق فيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية في الصين وفي الولايات المتحدة يجعل أسواق الأسهم أو يجعل الطلب على أسواق الأسهم يزداد أكتر حيث وقعنا من الإسبوع الماضي نجح أغلب مؤشرات الأسهم الأمريكية والأوروبية في تسجيل التفعات قياسية من وجدنا مؤشر الدو جونس يسجل مستويات قياسية جديدة أعلى مستويات 36 ألف فبالطبع تحسن أو تراجع حالك العزوف عن المخاطرة وتحسن شهية المخاطرة يتسبب في زيادة الطلب على الأصول ذات العائد المتفض مثل أو الأصول ذات المخاطرة العالية ممكن يضغط على أداء الذهب بالمجمع من الارتفاعات التي سجلها ووصوله مستويات 1817 مع نهاية الأسبوع الماضي حيث وكما هو مع بداية الأسبوع بدأ الذهب يقلص من المكاسب التي حققها لتداوله بالكوبة من مستويات 1815 دولار للأورصة نعم محللة أسواق مالية في إيكوتي جروب أماني رشيد كنت معنا من القاهرة شكرا جزيلا